للمرة الأولى منذ مقتل مدير برنامج الغذاء العالمي في المحافظة يزور وفد أممي مدينة تعز زيارة هي الخامسة لمنسق شؤون الإنسانية الأمم المتحدة في اليمن ديغو زوريلا للمدينة لكنها أيضا تأتي بعد شهرين من مقتل مؤيد حميدي في مدينة التربة المسؤول الأممي أكد على استمرار العمل مع سلطات المحافظة وأجهزة الأمنية للتأكد من سلامة العاملين في العمل الإنساني والإغاثي كما قال أيضا إن هذه الزيارة تأتي لأجل الاستجابة الإنسانية لتعز وساكنيها والتي تمثل احتياجا كبيرا لوضعها خاصة مع استمرار الحصار وصعوبة الخدمات الحاصلة هذه الزيارة تزامنت أيضا مع استمرار الوقفات الاحتجاجية لحملة كشف الحقيقة المطالبة بإعلان نتائج التحقيقات حول جريمة اغتيال حميدي شهر نص لحد الآن من تصريح مدير أمن تعز لم نلمس أي نتائج واضحة نلاحظ هناك تخبط إعلامي من قبل السلطات الأمنية ابتداء من المحافظ حتى مدير الأمن وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض عن المسؤولين المباشرين عن مقتل الموظف الأممي إلى جانب عشرة آخرين قالت إنهم ضمن عصابة متورطة في الجريمة لكن لا تزال نتائج تحقيقاتها غائبة وتظل هذه الجريمة رغم بشاعتها ضمن سلسلة من الجرائم التي حدثت في مدينة تعز طيلة الفترة الماضية والتي تعجز أجهزتها الأمنية عن إنصاف الضحايا لا تزال تعز تحت حصار الميليشيا للعام التاسع على التوالي ومعها يستمر عجل سلطات البلاد الشرعية وفشل الجهود الدولية في إنهاء معاناة السكان